قال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبيرغ بأن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم أنهت اجتماعها في العاصمة الأردنية عمان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف كما تم الاتفاق على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات إضافة إلى اتفاق الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم